السلام عليكم التلفزيون الإيراني قتلى وجرحة في تفجير إرهابي بإحدى ساحات مدينة سروان لم تكن مشاركا في القناة في الشارك وإذا كنت من المشاركين لا تنزل إحجاب بهذا الفيديو قتل شخص وأصيب ثلاث أخرون يوم الأحد إذر تفجير إرهابي في مدينة سوران بمحافظة سستان وبلوشستان جنوبي شرقي إيران ونقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية عن القيادة الإقليمية لفليق القدس الثابع للحرس الثوري الإيراني قولها في بيان وقوع تفجير إرهابي في إحدى ساحات مدينة سوران في الساعة التاسعة وتلاتين صباحا بالثوقيت المحلي ما أدى إلى مقتل شخص وثلاث جرحة مشيرا إلى أن من بين المصابين في الحادث إمرأة وكان دوي انفجار سمع يوم الخميس الماضي في منطقة صفا دشتن الثابعة لمدينة مالارد غربي العاصمة الإيرانية طهران وقالت وكالة الأنباء ركناء الإيرانية المعلومات الأولية تشير إلى أن سمع دوي الانفجار في صفا دشت في مدينة مالارد مرتبط بانفجار في مستودع الدهان والمطاط المستخدم في هذه المدينة في محافظة طهران حيث أصفر عن إصابة أربع أشخاص على الأقل وشهدت إيران العام الماضي سلسلت انفجارات في محيط منشآت حساسة منها منشآة عسكرية ونووية وصناعية وكان أبرز تلك الانفجارات الانفجار الذي وقع في منشآة نطنز النووية الإيرانية التي تعتبر أكبر منشآة لتخصيب اليورانيوم وتصنيعه واختبار أجهزة الطرد المركزي في إيران في الأخير إذا كنتم من المهتم بعد النوعي من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد